السلام عليكم نحن نتكلم عن موضوع التلطيب في فترة شهر رمضان شيء وايد مهم نحرص عليه هو المفروض الماء والسواءل بشكل عام لأن هذا الشيء يساعدنا في الوقاية من الجفاف اللي ممكن يكون فيه للمضاعفات ومساوء نحن نحرص على الماء والسواءل مو بس في فترة وجبة السحور ووجبة الفطور لا نحن نحرص على الفترة هذه بينهم بعد البعض يسترقل لنا يشرب الماء فأقول لكم اليوم على مصادر ثانية حق الماء وبنفس الوقت قليلة في الكربائضات فهي راح تشرب ماء وبنفس الوقت ما راح ترفع السكر شنو هي هذه الأكلات اللي هي الخضروات بكل بساطة نحن نركز على الخضروات سواء الورقية مثل الخس السبانخ وغيرها من هالأمور وبنفس الوقت عندنا الإخيار الفلفل البارد السلري أو الكرفس ممكن ناكلها كخضروات أو حتى ندخلها بالشوربات تكون محتواها عالي بالماء وبنفس الوقت ما تسبب ارتفاع في السكر تقبلنا صيامكم